بداية نرحب بكم ثم نعرف المشاهدين الكرام عن عظيم حلقة هذه الليلة عن تنشئته عن حياته العلمية أو تعليمه في بداية بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ هو الشيخ سيف بن سعيد بن علي الكامياني الريامي ونسبة إلى الكامياني نسبة إلى كمة وهي منطقة في ولاية نزوى وهي عبارة عن قرية تابعة لولاية نزوى ويروى على أنه نشأ طبعا أجداد في هذه المنطقة ولكن لظروف معينة في تلك الفترة لبعض الظروف التاريخية انتقلوا إلى مركز الولاية في مدينة نزوى ونشأوا في مدينة نزوى التي هي العاصمة أنذاك وكان والده رجلا ثريا وكان تاجرا وهو والده ونشأ نشأة طيبة ونشأة ميسورة في ظل والده ولد الشيخ سيف رحمة الله عليه في سنة 1373 هجرية يوافق 1954 ميلادي كان في شهر جمادة الأولى ولد الشيخ رحمة الله عليه كما ذكرت في أسرة ثرية قادرة على توفير متطلبات الحياة وتعليمه أيضا بما أن والده كان تاجرا ولكن عندما رأى والده أنه يعني يحب العلم وعنده نبوغ في طلب العلم اهتم به في هذه الفترة حتى يذكر بعض أقباء على أنه وهو ابن أربع سنوات كان يحفظ آيات كثيرة من القرآن الكريم بل أنه كان يحفظ من الأشعار والأبيات حتى أن من بعض القصص كان والي نزو أو أحد القضاء والمشايخ في ذلك الوقت وهو تقريبا والد الشيخ حمد والي نزو حاليا والده حمد بسان بن سيف أعتقد جده كان نعم جده نعم جده سيف بن حمد فكان عندما يأتي والده بهذا الطفل يطلب منه أن يقرأ له بعض القصائد وبعض الأشعار فيعطيه حلاوة وكان كنوع من التشقيع والتعزيز وكان يفرح كثيرا نعم نشأ الشيخ محبا للعلم نعم فبدأ يتعلم مع مجموعة من العلماء أو المعلمين في ذلك مع أنه كان والده تاجر لكن ما اشتغل بالتجارة هكذا نعم كما ذكرت على أنه عندما رأى أبو والده عنده شغف بالعلم نعم ورآه محبا للإطلاع والقراءة نعم وقهه لم يوجه للتجارة وقهه لطلب العلم عند المعلمين وبعض المشايخ فبدأ بالكتب التي يتعلمونها ألغاف الغالبة وكتاب تلقين الصبيان نعم الشيخ السالمي نعم وأيضا ملحط العراب في اللغة العربية ثم بدأ يتدرج في كتب الكتب كل ما كبر سنه وطبعا زارت معرفته يتعمق في كتب أخرى نعم حتى انتقل بعد ذلك إلى جامع نزوة الذي يسمى حاليا جامع القلعة نعم وقامع نزوة السابقا له المعروف جامع نزوة نعم الذي تعاقب عليه العلماء والأئمة نعم الجامع في وسط نزوة نعم فتعلم على أيدي مجموعة من العلماء من ضمنهم الشيخ أحمد بن سعود سعود بن أحمد الشيخ سعود بن أحمد الإسحاقي تقريبا دكتور حافظ يقرب يقرب له في أدنى سب أيضا الشيخ الدكتور ابراهيم الكندي باعتبار كان طبعا ما شاء الله عليه يعني متعمقا منذ زمن فتعلم على يديه أيضا تعلم على يده أيضا الشيخ منصور بن ناصر الفارسي أيضا تعلم على يديه في اللغة العربية وتعلم الفقه وأصوله تعلم العقيدة فتنوعت معارفه من خلال وجود مجموعة من الحلقات في الجامع جامع نزوة كما هو معلوم لديكم ولدى المؤرخين كان يعني منذ القدم تقام فيه حلقات علمية كان جامعة نعم كان المدرسة كان المقصد لكل طلاب العلم نعم من عمان قاطبة نعم نعم فعلا كان جامعة نعم وطبع كما تعلمون كان في عهد الإمام الخليلي رحمة الله عليه الإمام محمد عبد الله الخليلي رحمة الله عليه كان يعق هذا الجامع بالعلماء وبحلقات العلم نعم وحتى فيما بعد استمر المعهد الإسلامي نعم بعد ذلك نعم حتى تقريبا سنة ألف وتسعمية وستة وتسعين نعم وكان والدي والدي حفظه الله والدي محمد عبد الله هو مدير هذا المعهد الإسلامي نعم حيث استمر حيث استمر الشيخ سيف في التعلم والتعليم ما شاء الله حيث أصبح معلما في المعهد الإسلامي الذي ذكرته نعم الآن في نفس الجامع فقد كان في هذا الجامع معهد إسلامي فتعين فيه الشيخ سيف كما أنه تعين في بعض المدارس كما أنه أيضا انتقل إلى منطقة بدية الشرقية منطقة الشرقية نعم لها في ولاية بدية نعم وأيضا كان يعلم مادة التربية الإسلامية نعم فهو يتعلم ويعلم واستمر هكذا يتنقل من مكان لمكان وانتقل أيضا إلى مدرسة البشير بالمنذر في نزوة نعم ثم بعد ذلك مرة ثانية رجع إلى المعهد الإسلامي نعم ثم انتقل إلى بعض المدارس حتى تقعد رحمة الله عليه نعم نعم فهو أيضا بجانب أنه يعلم ويتعلم في المدارس كان عنده دروس خاصة نعم في بيته نعم